بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من الولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا زكاة حلي المرأة المرأة الراجل حرم عليه لإسلام الدهب حرام على الراجل ما غاليش نهدره في المسائل العلمية وكيفاش أنه الدهب تقتل الزرمون ديال الدكورة وهذا الشي هذا هذا ما جال أخر حنا دهبتنا نهدره على القضية ديال الزكا الراجل حرم عليه الإسلام الدهب والمرأة أباحة لها الدهب لأنها نشآت هي في الحلية هذك شو الفترة ديالها التزيون فالإسلام جا ديال الفترة ماشي ماشي قطعها تشان يقولي ما كان لها الدهب ما كان حتى شعجها ما كان غصلة والعبادة وكدل لا مع أن الدهب هو من المعادين الثمينة الغالية حلل عليه هات لبس الدهب والزين به لهذا بالنسبة الإسلام دين الفترة فأقم وجهك للدين حنيفة فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلهذا هذه المرأة هذه اللي غد يدير الدهب شكولي يدهموهنا نزيان إما عندها هي الفلوس غد يتشري بهم الدهب وإما غد يشيرهم لها رجلها تأتي السؤال ما حكم الإسلام في إخراج زكاة الدهب الذي هو حلي للمرأة عند المرأة عندنا نحلة أن نطرحهم هذه المرأة هذه إذا كانت تتزين به خصيصا لزوجها ولا يراه منها أحد إلا زوجها فلا تخرج زكاة الأموال على ذهبها تشجيعا من الإسلام لتزين المرأة لزوجها لأن هذا التزين يعتبر عبادة تؤجر عليه ويشجع الإسلام على ذلك ومن تشجيعها أنه أسقط عنها زكاة حليها لأن الغرض من هذا الدهب هو تحصيل الزوج بالتزين إله أهو إذا نفهموها نقطة أخرى حالة أخرى وحدة عند هذا الدهب تتزين به رجلها ولكن الدوير الزمان سيد ربي سبحانه وتعالى قال لنا ليس عليكم جناح أن تبتغفر لمن ربكم وهذا تتسمى نية تشاركية بمعنى أنها تتزين رجلها ونويا به دوير الزمان إلا كان مزين رجلها أو مزين رجلها خزنين فيه الفلس سيصيبوه بعدها باش غادي ما يبيعوه أما الشراوط وهذا الشي هذا كما تقولون الناس ديال الزمان كل شي هتوف إلا شي تقول الزرع والصوف وشي تقول الذهب والصوف فليهذا تبقى الذهب هو كل شي تخزن فيه الواحد الفلسس دياله هادي وش أعطي زكاة ولا لا ما تعطيش زكاة لأن النية ديالها أساسية هي تحصيل الزوج هي التزيون لزوجي وتيجي بالنسبة لهذا المسألة ديال الخزن للفلوس تتجي مسألة تابعة فهدي لا زكاة عليها فوجه هذا كتزيون للزوج وحده خزن الفلوس ديالها تمية على أساس أنها ما تزين به لا زوجها ولا البرة لأنه إلا خرجات البرة غادي يسرقوه لها ولا تزينة لزوجهاية ما رضياش قعب الزين فهدي غايت خرج زكاة لأنه هذا هذا كنز هذا والذين يكنزون الذهب والفدس ولا ينفقونها في سبيله فبشرهم بعذب ألم هذا كنز ديالها تسمى كنز خزنة حسنا تعطي عليه زكاة كل عام وحده دير الدهب وهذا شي هذا تزيون لاش باش تفسر في العنسات وذلك شي وقاليك وشنا نحن هذا شي هذا يبقى مخزون هذه تعطيه الزكاة وعليها الدنب والإثم لأنها تتزين للغير ولا تتزين للزوج وش حال من الوحدة تقول لك وبزاف لهذا الشي هذا بزائية بزاف هذا عقاب لك إلا كانت مرأ مرأ كانت خارجة فعهد الرسول صلى الله عليه وسلم وديزة تصلي العشاء ودرت العطر وشم أبو هريرة رائحة العطر تعصيفه كما جاء في الحديث تعصيفه فقال لها يا أمت الجبار يذكر واحد لإسم من أسماء الله الحسنة ديال الجلال باش يخوفها ويدكرها ارجعي فإن المرأة إذا تعطرت ليجد الناس ريحها فهي زانية يقول لك بزائية بزائية دارت غير العطر زانية آه زانية لأن هذا نوع من زينة لأنه كان زينة ديال الأنف كان زينة ديال العين كان زينة ديال الأدن كان زينة ديال القلب كان زينة ديال الفرج اللي هو تيجمع هذي الشهد هذي كلها تتأدي بحل واحد السواقي تتأدي الزينة الكبير اللي هو زينة ديال الفرج فالياد تزني ويزينها اللمس والفام يزني وزينه القبلة والأرف يزني وزينه الشم تيشم وتيتمتع بالريحات ديال هذيك اللي يجنبوه ديال واحد الطارفاء باريزيان باريز ولا ديال الطاليان والعين تزني وزينها النظر والأذن تزني وزينها السمع والفرج يصدق ذلك أو يكذبه كل شي سواقي تيجيو للفرج فليهذا هنا نردو البال هذي سيدة هذي اللي غادي تتصيب لك داب العيالات تتصيب لك وحدات تتحنت الخرى ومشي داب العراس ديال غير العيالات بينتهم لا 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 العيالات بخلطين مع الرجال وكل شي بس مكان وانا عارفة وانا حاضي راسي كل شي ولكن رأي فتنتي عباد الله وأول ما فتنتي هذي العريس اللي هو جنب العروسة ما له هذي العريس هذي العريس حيث يشوف هذه الاختلاطات وتيشوف هذي وهذي وكل وحدة في أبهاثية بها وتتكون هي المرض يالو ما يسمى بالزاوية الميتة إذا بغي يدور عندها صعيد باشي يدور عندها وتيبقى يشوف هو قدام ذاك الشي تتندمون تي وتتندمون ذاك اللباس وذاك الدهوبات وذاك الشي وتيقول هذي الشي فين كين مخزون وانا ضرب سحبل في هذي هذي أنا تتسحب ناوج هذي 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 سعاد الشي كين هذي الخرانية قدام هذي هذا لهذا ما نفتنوش عباد الله على الكيد الدنب والإيثم حيث تلبسي وتفشري على الآخرين تتفشري عليهم بجوج تتفشري عليهم بأنه أنا عندك تتفشري عليهم بأنه ستتخرب لهم الديور لهم لأنه ستجد المراحة تشوف الكنتائز الشي غير عند دراج لا تقول يشوف فلان اللي يقل منك في الأجراء وكل دائر المرتو ودائر كده كده وهذا كرشد الرشاوي وشد الحرام وغير حلال خربتي البيوت هذي الدهب اللي عندك خلي في هذه تزيون للزوج أساسا وتخزني فيه الفلوس ويسقط عليك أداء الزكاة وتدي الأجر الثواب والسلام عليكم ورحمة الله